اللي جاي لنا من اتحاد الكورة ان فيه قرارات هتأخذ خلال الفترة اللي جاية بخصوص مشاركة الفرق والاندية المصرية في البطلات الافريقية فخلينا اقول لحضراتكم لان برضو فيه لغة في الجزئية دي ماذا لو فريق بيرامدز النهار ده وفق أو اخد الكونفدرالية هل يحقل ان هو يشارك في دوري ابطال افريقيا ولا لا لحد دلوقتي كان فيه اقتراح كان فيه اقتراح في الاتحاد الافريقي ان لو فريق فاز بالكونفدرالية يلعب في دوري ابطال افريقيا لكن الاقتراح ده ما تنفس ما توافقش عليه فبالتالي بيرامدز لو فازوا النهار ده نتمنى لهم التوفيق حيلعبوا برضو كونفدرالية الا اذا فازوا بالمركز الثاني في بطولة الدوري فبالتالي خلينا اقول لحضراتكم ترتيب المشاركين بالزبط في البطولة الافريقية اول وتاني الدوري تمام يلعبوا دوري ابطال افريقيا تالت ورابع يلعبوا كونفدرالية المقولين خلاص هيلعب كونفدرالية رسمي لسه مش عارفين الزمالك ولا الزمالك ولا بيرامدز اللي هيلعبوا دوري ابطال افريقيا او كونفدرالية حسب المورال الاخيرة كل فريق فيهم في بطولة الدوري طيب فيما يتعلق بكاس مصر بطل كاس مصر هيعمل ايه بطل كاس مصر في الغالب في الغالب بالقرار لسه ما تلاحش رسمي حيشارك في البطولة العربية وده الاتفاق او ده بنسبة كبيرة جدا هيتامل اعلان عنه من قبل اتحاد المصري لكرة القدم تبقى للمصادر اللي احنا عرفنا ناخد منها هذه المعلومات فبالتالي ده الجديد في الجزئية دي تحديدا لان الناس كتير كانت بتسأل هل ممكن ثلاث اندية في مصر يشاركوا في دوري ابطال افريقيا ولا لا فاحنا وضحنا لكم الصورة دي بكل التفاصيل وخلاص الامر ده اعتمد من الكاف بالشكل رسمي انا بتكلم بس على قرارات الاتحاد المصري مش على الكاف دلوقتي بتكلم في حتة مين اللي هيشارك في دوري ابطال افريقيا ومين اللي هيشارك في الكنفدرالية وبطل الكاف هيعمل ليه هيشارك في البطولة العربية ده اكيد الاكيد برضو ان ما فيش فريق هيشارك في اكتر من بطولة يعني انت دلوقتي ما ينفعش كاهلي تكسب تلعب في دوري ابطال افريقيا وفي نفس الوقت تشارك في البطولة العربية فبالتالي هيحصل نفسي من الشكل اللي حصلت في مواسم سابقة احنا كلنا عارفينها فده كان قرار من قبل اتحاد المصري لكرة القدم وتم تأكد طبعا اعتماد زيما الورقة اللي عرضنا لحضراتكم من قبل اتحاد الافريقي من الكرة القدم فاصل سريع وفي نفس الوقت